قربة الأسبوعين كشفت يمكن نقول بأنها كشفت الوجه الحقيقي للمغرب بعيدا عن مفهوم الشرعية الدولية ليس كذلك تفضلت قلت منذ أسبوع ونقول لك منذ 45 سنة ونظام المخزن يغتاصب القوانين الدولية وشرعية الدولية غزوه للصحراء الغربية اغتصاب وانتهاك للقوانين الدولية احتلاله لتقاسم الصحراء الغربية في اتفاقية مدريد مع موريتانيا هو اغتصاب وانتهاك للقانون الدولي استلاءه على الجزء الثاني اللي كان محتلل من طرف موريتانيا هو انتهاك واغتصاب للشرعية الدولية خروجه من الخط جدار العار واللي موجود في الصحراء الغربية انتهاك سلسلة من الانتهاكات هذا لا جديد على نظام المخزن نظام المخزن لما انشئه انشئه ماهوش لخدمة المغرب والشعب المغربي انشئه لخدمة استراتيجية استعمارية الفرنكوفونية فرانس افريك هذا هو اصل المغرب علينا ان نكشف دور المغرب اصل المغرب من الذي كونه من الذي شكله ومن يوظفه في هذا النظام في ظل هذا ايضا سيد الكريم حتى الامة المتحدة تأخرت في التعليق على التصعيد المغربي ومن ناحية اخرى ما مصير بعثة المينورسو التي تحولت الى شرطي مرور لحماية الشاحنات المغربية يعني صح التعبير للأسف ايضا نرجع بالذاكرة للخلف لما رئيس هوري بمدين رحمة الله عليه نادى بنظام عالمي جديد لماذا؟ لان النظام العالمي الحالي اللي احنا موجودين فيه من الذي وضعه ومن الذي سطره ومن الذي انجزه انجزته القوى الاستعمارية القديمة لخدمة مصالحها واكبر دليل على ذلك الكيان الصهيوني من صنيعة الدول الاستعمارية القديمة ونظام المخزن صنيعة النظام الفرنسي القديم الاثنين هل يحترموا قرارات شرعية الدولة المنظمة التحدة أمم المتحدة أمم المتحدة أو مجلس الأمن يخترقوهم يغتصبوهم ينتهكوهم يعني لاحترق هذه القوى للميشهما لجب نبحث عن القوى التي تديرهم القوى التي توظفهم لخدمة استراتيجيتها ده يمكن قول بأن هناك أطراف أو لوبيات دولية أو إقليمية تعبث بأمن واستقرار المنطقة وتؤثر حتى على قرارات أممية الآن سيدة سيدي هذه الهيئات الدولية أعيد نقول لك صنعوها لخدمة مصالحهم ولذلك الهواري بومدي الله يرحمه كان ينادي عنده أكثر من 45 سنة كان ينادي بهذا النظام عالمي جديد واليوم رح نشوفه فيه رح يتشكل ومفروض حتمي على العالم أنه يغير هذا النظام الظالم ليسمح بتقاعس المنظمات والهيئات الدولية لما تكون مصالحهم مهددة شوف هذه الأنظمة التي تتكلم هذه المنظمات الدولية تكلمت على المخدرات كائن هيئة في منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات هي على علم ماذا فعلوا لتوقيف المخدرات بالعكس لم يعاونوا فيهم يعاونوا فيهم باش لأنهم يتقاعسوا وما يتخذوش أي إجراءات رضعية لتوقيفهم النظام المغزل أو القصر هو أكبر منتج للمخدرات في العالم وهذه الأمم المتحدة التي تقولوا الكل يعلم ذلك ولكن ماذا فعلوا لتوقيفهم؟ لا شيء لا شيء لا شيء هذا مصالحهم تسمح لهم أو تسمح لهم أو يسمحوا الأنفسهم بانتهاك كل المقررات كل القوانين كل المشاريع الدولية إذن هي تطورات قد تؤدي أكيد لا محالة لانزلاقات خطيرة باتجاب أرصراء جديدة في المنطقة التي لا تحتمل مزيد من التصعيد أليس كذلك؟ كل هذا سيدي 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 علينا أن نحلل مواقف هؤلاء لما أخيرا يقولوا الشرق الأوسط الكبير هم الشرق الأوسط عندهم يبدأ من المحيط الأطلسي إلى باكستان لماذا؟ لأن هناك قوى ناشئة جديدة طلعة في آسيا تهدد مصالحهم هم بحاجة إلى صور جدار حيث يمنع به تهديد المنافسين ولكن لإنجاز ذلك لازم لهم عملاء أنت روح شوف في هذه المنطقة كل الأنظمة التي لا يوجد عميلة أو موظفة لخدمة هذه المشروع كلها تلقت ضغوطات وتلقت هجومات بدأها من عندنا من الجزائر فرضوا علينا فرضوا علينا الإرهاب عشر سنوات راحوا ليبيا راحوا للعراق راحوا للسوريا راحوا لليبيا راحوا لليمن كل الدول التي لم تخضع ولم تركع ولم تخنع لإرادتهم حاولوا أنهم يسقطوها ولله الحمد أنت صمت واضطروا أنهم يحاولوا أنظرهم للشرق الأوسط الحمد لله لسوريا صمدت الصمود تاريخي والحمد لله بالليمن راهو صامد وإن شاء الله ليبيا حتى هي ستخرج من هذا المأزق انتحها وهذاك الوقت نفشل هذا المخطط الإجرامي الاستعماري الجديد شميل نوصل من زلاقات تهدد أمن الدول الجوار القرقارات انتقادات للأمم المتحدة بسبب إخفاقها في التزاماتها مع صحراويين الأزمات المتراكمة على الرباط تدفعها نحو المحظور الدراسات الاستراتيجية داعمة أو دعامة لبناء الجزائر الجديدة أستاذ أمدر عزيز مجاد في نقطة أخرى ونبقى دائما مع الجانب الأممي والأمم المتحدة عابت الكثير من الأصوات على الأمم المتحدة فشلها أو إخفاقها في التزاماتها توجه الشعب الصحراوي وكذا فشل أيضا مجلس الأمن في مهماته وهو الذي كان من المفروض أن يكون الضامن لحل النزاع في الأمم المتحدة من خلال المينورسو سيدي الهيئة الدولية الأممية متى أنشئت؟ أنشئت في نهاية الحرب العالمية الثانية هل كنا موجودين؟ هل أغلبية الدول هذه كتت موجودة أعضاء الأمم المتحدة؟ ما كناش موجودين والقوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وضعت منظومة لخدمة مصالحها هي قامت بيع عرب من أجل المصالح ودار التنظيم لخدمة مصالحها والدليل على ذلك كل ما نراه في العالم ما يطبق عندهم لا يحترم عندنا إحنا عندنا يتكلموا على حقوق الإنسان أنت تشوف هذه اليامات في أوروبا يعتديوا على إنسان الإعلام يتكلم ويخضروا كذا الانتهاكات اللي يديرها النظام المخزن في الصحراء الغربية وأين إعلامهم؟ هذا الإعلام هذا المدجن وين هو؟ ما نرى؟ ما الناس نشوفه فيه يتكلموا على حرية الرأي وحرية التعبير وكذا حرية التنقل علش يمنعوا الإعلاميين وعلش يمنعوا الحقوقيين من دخول الصحراء الغربية؟ لماذا؟ لماذا لا ما عندناش صورة إعلامية على ما يحدث الصحراء الغربية وإحنا على بالنا والإخوة الصحراويين رم ناشتين في هذا الميدان وخاصة في الوسائل التواصل الاجتماعي نشوفه فيهم في يوتيوب ما هي التعسف التعذيب التنكيل بالمواطنين الصحراويين بقول لهم روحوا يشوفهم علش روح شوف نرجعوا لذلك النظام الاستعمار القديم وفكر الاستعمار القديم كيف الحوس على شرح هذه فرنسا لازم تشرح من الموقف انتحها في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن لماذا وقفت وتصدت بش بش بعذة الأمم منورسو يكون عندها صلاحيات كمثل البعاثات الأخرى لمراقبة حقوق الإنسان البعثة الوحيدة في العالم اللي ما عندهاش الصلاحيات وممنوع عليها الصلاحيات البعثة الوحيدة اللي في العالم اللي مفروض عليها نظام الدولة التي تحتل طرف الناخ هذا كله يخلي يناعتنا موش لانحياز الاستخدام للهيئات الدولية والوسائل كلها لخدمة مصالحها هذه الاستعمارية فرنسا حتى تتكلمني على نظام المخزن نظام المخزن هو امتداد هو صنيعة اليوتي وامتداد لسياسة اليوتي لخدمة استراتيجية فرنسا الاستعمارية القديمة والجديدة انتقل المغرب من اللي كان تحت الحماية انتقل الى تحت الوصاية والآن ولا عبارة عن أداة يستخدمها فرنسا لخدمة كل الأعمال الدنيئة التي تقوم بها عندنا في إفريقيا في هذا السياق أيضا لأنه حتى المينورسو الآن مهمتهم هي مراقبة اتفاق وقف اطلاق النار ومنع انهياره مهمته ومتواجد هناك في الساحة الغربية من أجل ضمام انتخابات حرة ونزالة تقرير من مصير الشعب الصحراوي منها حماية اتفاق وقف اطلاق النار فشل المينورسو في مهمته ما هوش فشل ما هوش فشل أنا قلت لك النازع ومنها المهام منتحها وصلاحيتها وظفوها لخدمة المخزن إذن هدفها إفشال هدفها إسكات إسكات الصحراويين منع الصحراويين احنا شفناها فيها في قرقارات متى تدخل المينورسو لما النظام المخزن فتح الثغرة أين كان المينورسو ممنوع ليه هذا في الاتفاقية تنتعى وقف إطلاق النار ممنوع تغيير الأوضاع الأوضاع لا يجب أن تبقى على ما كانت عليه لما فتح ثغرة الغرغرات أين كانت البينورسو ومن اللي فتح الغرغرات الغرغرات إلى يوم من هذا والقيادة الصحراوية تنادي هيئة المتحدة ومجلس الأمن بأخذ مسؤوليات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذا الاختراق ماذا فعلوا؟ لا شيء متى ظهرت المينورسو؟ ظهرت المينورسو لما عناصر من جيش تحريح الصحراو في 2017 أو 2018 تصدت لهذا الاختراق وهنا شفنا المينورسو تدخلت وشفنا الأمين العام يتدخل قاموا القيامة وهذا المرة في أكتوبر مواطنين صحراويين عزل لا سلاح عندهم ولا شيء جاءوا بأفرادهم قال نحن نطالبوا الأم المتحدة باحترام قانون أو اتفاقية وقفة طلاق النار وهنا تدخل منورسو لن يطلب الصحراويين لماذا يمنعوا المرور المرور ممنوعة الثغرة ممنوعة هنت أنت تروح للأصل ولا تروح من بعد للضحية المعتاد تسكت عليك وتروح للضحية تقوله ما تدفعش على نفسك ولا كيفاش هذه منظمة غير عادلة هذه منظمة غير منصفة لذلك الهواري بمدين الله يرحمه الدول عدم الانحياج في 74 نادات بإعادة هذا التنظيم الدولي والقانون الدولي والقانون الأممي هذا إعادة إنجازه وتجسيده وتستيره وتخطيطه باش يخدم مصالح الكل ماشي مصالح الدول التي انتصرت في الحرب العالمية التانية الدول القوى الاستعمارية القديمة حتى نلخص كل شي سيد كريم النضال بالصحة الغربية الآن كان أكيد كما قلت قليلا في بداية النقاش منذ الاحتلال الإسباني ولا يزال الصحراويين الآن يكافحون لنيل الاستقلال هل المنطقة الآن وبالنظر أيضا الأزمات التي موجودة في المنطقة في مالي وفي ليبيا والجزائر كما قلت قبل قليلا كانت قوية ولو لم تكن قوية لكانت هناك أزمة أيضا أمنية في الجزائر مثلها مثل المالي ومثلها مثل ليبيا هل أصبحت المنطقة ضحية لمناورات دولية الآن المنطقة من المحيط الأطلسي إلى باكستان هي مصرح عمليات للصراع القوى القوى الاستعمارية القديمة والإمبريالية والقوى الناشئة التي تطلب التحرر نحن نشوفه في هذه المنطقة تبرز عندك الآن دور الصين بدأ يظهر متى بدأت الصين الصين بدأت في 55 في مؤتمر بوندونغ بدأت صوت الصين يبرز بماذا نادت الصين نادت الصين بقانون عادل قانون يضمن حقوق الكل بما أن الغربيين الإمبرياليين متفقين متوحدين متنظمين عندهم استراتيجية وحدة ولكن في المقابل الدول الأخرى كانت مشتتة مفتتة من سنة 55 إلى 74 ماذا فعلت الصين والهند ويغوزلافيا وبعض الدول الأخرى قال لك نوحدوا العالم الثالث هذا بش يكون عندنا صوتنا يسمع ويتعاملوا معنا ونهاية المطاف كان في 74 74 بعد قمة عدم الحياج في 73 كلفوا الجزائر الرئيس بمدين الله رحمه وكلفوه بنقل الموقف من تاحهم الأمم المتحدة وده الخطة بتاعه الشهير والخطة بتاعه الشهير لما اليوم نشوفوه رانا ميدانيا راهم مجسد حتى قالهم واحد الشيء احنا اليوم نتكلم على الأوروبا هذا العالم الغربي يتكلم على الهجرة الغير الشرعية نبههم لها بمدين في 74 قالهم لو ما يكون نظام عادل باش هذو أصحاب الجنوب ياخذوا حقهم موجات مليونية راح تدي عندكم وما يجيوش كأصدقاء يجيو باش ياخذوا حقهم اللي انهبتوه انتما قرون وقرون وقرون إذن العالم اليوم لازم هذه الفكرة تاع 74 منظم العالم الثالث لازم يتنظم يتوحد يكون عنده رؤية يكون عنده برنامج باش يفرض نفسه علش هما فرضين رواحهم فرضين رواحهم للي عندهم خطة عندهم رؤية عندهم استراتيجية ولكن كي نقول هما ما نتكلمش على الغربيين المستفيد ما هوش المواطن الألماني ولا الإسباني ولا الإيطالي لا 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 شوف من هو المستفيد روح شوف البرصة شوف الأرباح انت شكون يديها الأرباح العامل البسيط تعنيه أنه يعمل ويعطيوها ما يكفي باش يعيش أما الأرباح وكلها تروح للطبقة المتحكمة والطبقة المتحكمة سيدي الفاضل كنا نرجعوا في التاريخ غير الحرب العالمية الثانية إلى يومين هذا روح شوف روح كفالي روتشيلد من يتحكم في العالم هذا زوج بنوك هذا زوج بنوك وشوف الفيدراشن هذا البنك فيدرال أمريكان شكون اللي فيها وروح شوف القروب بيلدالبرغ شكون اللي يسير فيه وروح شوف يعني أمور مشكلتنا نحنا لا نعلم ما يفعلون هل يعني كنت بعو كتبهم الشيء اللي صرحوا به الإرهاب اللي أصاب هذه المنطقة تعنا كاملة بريزينسكي أبرز المستشارين عندهم وأبرز المفكرين عندهم يقول بالله إحنا صنعنا الإرهاب يعترف يعترف صح يعترف يعترف قال لما إحنا صنعنا لكي نضمر عدونا كان بكري عدوهم أحمر اليوم ردوه عدو أخضر وغير غدو يردوه أبيض المهم يخدموا مصالحا لا حكموا فلسطين لأن هذه المنطقة يقول لك الجغرافية هي اللي تسطر التاريخ هذه المنطقة اللي يتحكم في هذه المنطقة يتحكم في العالم كل القوة اللي تحكمت في فلسطين لما نقول فلسطين فلسطين الكبرى لأن كايم دويلات ما كانش موجود هذا الوقت صنعت فيما بعد صنعت صنعت الاستعمار حتى يقسم المنطقة لا 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 يوظفها تخدموا تخدموا باش تخدم مصالح لفلسطين نحكمه غير ما هو بارز فيها الحروب الصغيبية استخدموا استخدموا الدين المسيحي باش باش يحتلوها راح الدين المسيحي وراحة المسيحية من فلسطين وحررت جابوا اليهودية وصنعونا الكاين الصهيوني بالدين اليهودي ما كليتش جابوا لنا داعش بالإسلام إذن استخدموا المسيحية استخدموا اليهودية استخدموا الإسلام وغدوة وغدوة اللي ما نجحوش اللي يستخدموا حويش أخرين ويحاولوا دائما يتأقلموا ويتطوروا يعني كاين واحد الله يذكره بالخير كان يقول شكل جديد لنظام عالمي قديم النظام العالمي هو نفسه ولكن يبدل لك القناع ويجيك بوجه جديد ولكن الأصل هو نفس النظام نعود للصحراء الغربية الآن أكيد للشعب الصحراوي الآن ولممثله الشرعي والبوليزاروسي وخيار حمل السلاح وهو الذي أمضى قرابة الثلاثين سنة يترقب وينتظر تطبيق الشرعية الدولية الآن أمام الشعب الصحراوي الآن خيار حمل السلاح فقط أم له خيار آخر لعل نجح له تاريخ هذا الشعب هذا شعب عريق شعب أبي شعب عنده خصائص الحرية والكرامة تشخص في الشعب الصحراوي هل تعلم يا سيدي الفاضل بالله هذا الشعب هذا في القرن 19 تصدى لمحاولات الغزو والاحتلال من سبع دول أجنبية جاتوا إيطاليا وتصدى لها وتردها جات بلجيكا جاتوا تصدى لها وتردها جاتوا فرنسا تصدى لها وتردها جاتوا ألمانيا تصدى لها وتردها جاء البرتغال تصدى لها وترده وجاءوا بريطانيا تصدى لها وتردها وجاءوا الإسباني اتحاماوا فيه باش يحتلوا اتحاماوا فيه الإسبان والفرنسيين والمخزن الاحتلال هذه مرة هذه في القرن التسعطار في القرن العشرين كان عنده صورات بعد الاحتلال الإسباني في ربع وربعين لما كنا احنا في ثورة كان المغرب الكبير كان في ثورة تونس احنا المغرب الصحراء وحتى موريطانيا بدأوا يختاروا أضعف واحد ولكن قبل ما يختاروا أضعف واحد اختاروا من استسلم استسلم نظام المخزن هو اللول وروح شوف اعطاتوا فرنسا الانترديبندانس دون الانترديبندانس طبعا اذا اتنقل اتنقل من الحماية الى الوصاية الوصاية ولكن احرار المغرب الشرفاء تاعة المغرب قاعدوا معنا ستة وخمسين وسبعة وخمسين وثمانية وخمسين قاعدوا معنا في ثورة معنا ما وضعوش سلاح نظام المغزن تعاون مع اسبانيا وفرنسا وصحقهم ومن بعد انتقل للصحراويين بنفس القوى الاسبانية والفرنسية الاستعمارية والنظام المغزن وصحقوا واجهضوا الثورة الصحراوية اذا شعب الصحراوي تاريخه تاريخه تاريخ مقاومة لانه الناس هم احرار طبيعته حر حتى في بلاده في دولته هو حر يتنقل وين يحب يروح وين يحب هو والطبيعة متفقين على طول الخط ولا يسمح لأحد انه هو يحد من حريته عندك موقف اخر في الصحراويين بعد هزيمة العرب في 67 شوف الكرامة والشهامة تاع الصحراويين خلقوا خلقوا باش يقولوا بللي احنا لن نستسلم كي كان الناس كل ركعت وخدعت ووضعت السلاح واستسلمت هما رفعوا السلاح وبدأوا مع الشهيد بصيري 68 69 70 تم قمعهم داير داير هذو كوم الأصل جبهة شعبية لتحرير سقيا الهامرة هذو كانوا وود الذهب هذو هذو أعضاء من المنظمة بصيري 73 و74 و75 وكانوا الصلاطين للمغرب علاش ما علاش ما عاونوهمش لا هما ما عاونوهمش لأن يطبقوا تعليمات أسيادهم لأن لما قلنا بالقوى الإمبريالية العالمية لجم الهيمنة على المنطقة في 75 نرجعه إذا كانت تسمح نرجعه شوية في الستينات كنا متفقين موريطانيا والمغرب والجزيرة متفقين في الأمم المتحدة على أساس صحرة الغربية حق تقرير المصير 69 في إفران كلمسان في 70 نواديبو ورباط 70 و72 متفقين على أساس حق تقرير المصير لماذا انقلب نظام المخزن وخان الوعود والعهود والاتفاقيات اللي مضاها معنا حول هذا الموضوع لأن كين أسياده ما يساعدهم تقرير المصير أسياده على درجتين كين درجة الأولى فرنسا الاستعمارية لأنها ما تحبش لازمها تكون واصلة حتى السينيغال حتى للبدان اللي هي تحت الهيمنة والسيطرة تحقي هي تحط الرؤسة وتنحي الرؤسة كما تحب وأمريكا والولايات المتحدة الأمريكية جبل طارق لازم نشوف الأوضاع والحالة في هذك الوقت فرنكو على فراش الموت نظام النظام المخزن يهتز ومختل وزوج محاولة انقلاب فرنكو الملك الإسباني ديكتاتور 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 الإسباني وكان حدث ثورة في بورتغال ديكتاتورية سالازار تم اسقطها من طرف شرفاء بورتغاليين إذن المنطقة هذه اللي هي جبل طارق هو المفتاح منتاع البحر الأبيض المتوسط الولايات المتحدة الأمريكية لا في أحلامها تعلهيمنة ما تقدرش تسمح بخسارة هذا الموقع الاستراتيجي إذن تدخل نيكسون مع لصية أولا قاموا باغتيال فيصل ثانيا قاموا بتشكيل مجموعة المخابرات المغربية المصرية السعودية الإسرائيلية الإيرانية تعشاه وفرنسا بإدارة من عند الولايات المتحدة الأمريكية كيف نهيئ الطريق ونفتح الطريق ونعبد الطريق للسادات باش يوصل للقدس إذن لازم نخلق أزمات وما عندهم نظرية عندهم نظرية إفتعال الأزمات لتوجيه المصار والتطور إنتعى الأحداد كما تشوف إنت لما يحبوا يفتحوا قناة يفجروا ويغيروا المجرة عن النهر يحبوا يديروا السن يغيروا المجرة عن النهر إذن يفجروا كما يفجروا الأزمات لتوجيه التحولات والتطورات إنتعى المواقع في الانتجاه اللي يحاوشوا عليهم ما يقدرش السادات ما يقدرش السادات يروح للقدس والرأي العربي كله موحد لازم يشتوه لازم يحولوا أنظره إلى حاجة أخرى ما هي الأنظر طلبوا من المخزن الهجوم على الصحراء الغربية وفجروا الحرب الأهلية في لبنان إذن شوف العناصر كيفاش يشكلوها باش يخدموا مصالحهم هما عندهم الشعوب وهذه ما يحسبو لليش حساب ما عنداش ما كانش مشكل راحوا حسن الثاني كان يحسب الشعب الصحراوي هذا شعب سهل أسبوع ويقضي له صوال حول لأنه عنده السند تاع فرنسا وتاع المريكان عنده قواعد عسكرية ولكن طاح في شعب لعل حسن الثاني في هذا يعني ما يقولوا عليه باللي كان متقف ولكن جاهل تاريخيا لم يدرس تاريخ الصحراويين لأن جدوده خلاه واحد الوصية ينبه أبنائهم يقولهم انتبهوا من الجنوب لأن السواعق دائما تأتينا من الجنوب وهي صح الصحراويين وصلوا كم مرة يهدوا الصلاطين في قصورهم يوصلوا له حتى لقصر إذن هذا دليل على أن الصحراويين هذا شعب راح راح يؤديوا خدمة كبيرة للمواطن المغربي والشعب المغربي لأنه راح يساعدوا في التحرر من هذا المخزن المخزي والمحزن في نفس الوقت مخزي لأنه يشوه سمعة المغاربة ومحزن لأنه يحطم في المغرب ويحطم في المنطقة وما ينساوش من الشعوب الشعوب هي التي ستفرض إرادتها إن شاء الله كما فرضته في السابق ستفرضه في المستقبل إن شاء الله إن شاء الله فيما يخص الآن الجزائر ونعرض الجزائر أنه موقفها تجاه هذه القضية تقريب تقريب مصير الشعب الصحر وفقا لقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القاضي بإجراء استفتاء تقرير المصير يبقى دائما هو موقف الجزائر الثابت عليسا كذلك هذه من ما سينيسا إلى يومنا هذا والجزائر تقول إفريقيا الإفريقيين وكل واحد سيد في بلاده وكل واحد سيد في منطقته وروح للتحاد الإفريقي ميثاق للتحاد الإفريقي المبادئ انتعه وأنت والصحراويين رك من المؤسسين نهدت على الاتحاد المواثيق انتعه تبرهن على ذلك وزيد حاجة آخر هنا كيفاش هذا النظام المخزن التحق طلب الالتحاق بالاتحاد الإفريقي وإذا طلبت الالتحاق بالاتحاد الإفريقي معنى ذلك تخضع للمواثيق والقوانين وتشريعات التعال الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى ذلك نشرها في الجريدة الرسمية انتعه لبالك أي قرار ينشر في الجريدة الرسمية سابدير ساري المفعول أروح أبحث في الجريدة الرسمية المغربية الظاهير الذي يوافق ويصادق على الاتحاق المغرب لالتحاد الإفريقي احترام مواثيقه إذن هذا النظام المغزن التحق بالاتحاد الإفريقي لإحترام مواثيقه وهذه فاتت على الحكومة هما في المغرب الأحرار يسميوها المحكومة مسير الحكومة محكومة وفاتت على المجلس انتاحهم وفاتت عند الملك انتاحهم مضاعليها وخرجت في الجريدة الرسمية إذن يا أخي العزيز أنت كيفاش تمضي على شيء وما تحترموش مجلسك وحكومتك توافق على شيء وما تحترموش إذا المغرب انتاحك ولم يحترم كل القوانين قوانين الدولية ماشي غير القوانين الدولية المشكلة في المغزن اللي ما يحترمش نفسه وقوانين اللي هو خرجها إذا كان انتهي عندك الجريدة الرسمية أنت كنظام ما تحترموش إذن أنت غير محترم لذلك أنا أقول مخزي مخزن مخزي ومخزن محزن هذه المشكلة هذه الإشكالية ما تعليقكم سيد الكريم أكيد موقف الجزائر نعرفه جيدا ما تعليقكم على الصمت الدولي حول القضية الصحرية وعلى هذا العدوان بالتحديد للأسف 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 الأخلاق والقيم غائبة في العلاقة الدولية شفنا واشداره شفنا واشداره في ليبيا هذا المجرم مجرم حرب هذا ساركوزي هذا لازم المحكمة الدولية تحكمه مجرم حرب ماذا فعله في ليبيا حرف حرف قرار مجلس الأمن مجلس الأمن يقول حماية المواطنين هل نحمل المواطنين بالقنبلة أنت حهم حماية المواطن أنك تمنع المعتدي ما شيء أنت 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 تقنبل هذا مجرم الحرب هذا الحالة التي رأي موجودة الآن في الساحل والعصابات التي موجودة في الساحل من أين سلحها هو اللي ألقاها السلاح اللي ألقاها ساركوزي في الجهة الغربية أنت أنت ليبيا إذن هذا الأمور هذه علينا أن نكشفها الأضواء الكاشفة عليها باش نحد المدى الجرام كل طرف ومسؤولية كل طرف في هذه الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية اليوم واش عنا في المال لماذا المال لماذا ليبيا ولماذا المال هذا ساركوزي الحقير لو تشوف قبل ما يعتدي على ليبيا روح شوف الاتفاقيات تنتعي شركات البترول مع ليبيا واش من شركات الجزائرية الروسية الصينية والهندية ما كان حتى شركة غربية لتمها قال لك نروحوا هذه للدول قاموا بالحرب إلا باش يسقطوا هذه الاتفاقيات وباش ينهبوا ليبيا ويستغلوها إلى صلح ما لي كان واحد الحوض أكبر حوض احتياطي تاع بترول في إفريقيا يسميه حوض توديني هذا حوض توديني موجود بين ثلاث دول مالي وموريطانيا والجزائر في جنوب الغرب تاعنا هذا الحوض هذا موجود والجزائر والصين تفقت مع مالي لاستغلال هذا الحوض وعطتنا الدولة المالية حق الاستكشاف وكذا وبدأنا العمل هناك ولذلك قاموا بانقلاب و افتعلوا هذه الأزمة باش يشتولوا على المال ومصالح روح انت يدرك حوس ابحث اين هي القيم وين هي الاخلاق في هذه العلاقة في العلاقة الدولية هناك مصالح خلاها ويستون شير شيء الكلمة قال لك ما كانش صدقة دائمة 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 المصلحة هي دائمة هذا هو شيء اللي سائد هذا هو شيء معمول به في العالم ولذلك احنا شفنا الصين والهند في ليبيا تم استغفالهم واستغبائهم لما خرجوا ذلك المقرر تعليب بخيانة العرب الجامعة العربية الجامعة العبرية هي اللي طلبت التدخل في ليبيا علاش في سوريا روسيا وقفة تصدت لانها عرفت باللي هذا تلاعب هذه كلام ديمقراطية وما ديمقراطية والدنيا قتل ما تلعبوش اللعب هذا خلاص تكشفتوا في ليبيا ما بقيتش هذا السلاح هذا خلاص لو دغنا مرة من هذا الجحر ما تلدغناش مرتين ولذلك اليوم ان شاء الله هذه القوى اللي ناشئة لازمها تبرز وتولي قوة صح فاعلة في هذا العالم باش نفرض تغيير هذا العالم غير عادل هذا النظام العالمي هذا غير عادل باش يكون عندنا النظام عالمي يعكس طموحات الإنسانية مجموعة معينة من الأفراد ما يخص طموحات طموحات المغرب العالمية وطموحات دول شمال إفريقيا لا ترون أن مصار تطور هذا الدول ومصار استدباب الأمن والاستقرار في هذا الدول كانت المغرب هو العدو لهذا لتحقيق هذا المصار المشكلة سيدي المشكلة هي مشكلة ما هي الغاية ما هي العقلية ما هي الفكر إذا كان أنت عندك عقلية أنت على الهيمنة هل تقبل واحد يتصدى لك يمنعك هذو الناس اللي عندهم متشبعين بالهيمنة كل من يتصدى ولا كل من يعرقل ولا كل من يمنع ولا كل من يحاول أنه يحربوه إنتهى إحنا الجزائرين يتساءلوا لماذا النظام المخزن يهاجم ديما في الجزائر والسؤال بسيط جدا لأنك أنت قلت له ما كانش حاجة اسمي والتوسع حاولي توسع معك أنت في 63 وقلت له حكم بلاستك حاولي توسع مع موريطانيا وقلنا له لا إحنا نعترفه بموريطانيا دولة كيمانتا كما إحنا وحاولي توسع في صحراء الغربية قلنا له هذا مخلف القانون دولي ولذلك أنت بالنسبة لي مانع وحاجز تمنعه من تحقيق أهدافه التوسعية طبعا شوف حتى في المطال بنتحهم يعني أغبياء إلى درجة بعيدة يقول لك الحدود نحن المغرب العربي الكبير الإمبراطورية والإمبراطورية في عهد الإمبراطوريات لو ما كانش كان حدود في عهد الإمبراطوريات ما كانش حدود هذه حاجة الأولى الحاجة الثانية لما يقولوا الصحراء الغربية انتعنا يطلبوا فرمل والأخرين يقولوا حق تقرير الشعوب أنت نحن نهضر على شعب وانت تهضر على التراب ونهل اللي عنده قيمة الشعب الإنسان ولا الأرض اللي تعمل هذا الإنسان القيمة للإنسان ما هوش للفرد هذا كان قانون دولي حق تقرير المصير للشعوب الشعوب الشعب اللي ساكن في منطقة من أعطيه قيمة للأرض وهو من أعطيه قيمة إذن هذا فكر استعماري علاش الفكر استعماري لأن هذا أبناء وأحفاد وأتباع ليوتي وليوتي كان مسكون بالفكرة تاع فيكتوريغو تاع الله وهبنا إفريقيا هذا الفكر هذا لازم نكشفوه باش نحاربوه باش ما يقدرش يزيف الحقائق واليوم أنتم كإعلميين أنتم أقوى سلاح أقوى سلاح لمواجهة ومجابهة هؤلاء لأن قبل ما تستعمر البلدان تستعمر الأمخاخ الأدمغة الأفكار أنت تشوف يضرقون لو يحاربوا الناس بولادها أبناء البلاد يغزيوا لها أدمغتها وأفكارها ويستخدموهم يقول لك إحنا خاطئين هوا تشوف المسلمين يضربوا في المسلمين علاش لأن وهذه نقطة أخرى الناس اللي دعاوا الإسلام ويتجروا بالإسلام من الذي من الذي استغل أو أنجز وخلق الإسلام استخدام الإسلام السياسي استعمار البريطاني عندك مثال الهند قسموا الهند ثورة غاندي وما أدرك ما ثورة غاندي قسموها على أساس ديني صح وتخيل أنت الحضارة الهندية وما أدرك تخيل هما وباكستان والأخرى بانجلاديش كانوا بقاوا كما راهم الهند الأصلية الهند الجغرافية باختلاف ديانتها لا استخدموا قسم باش يستمروا في استغلال الهند استخدموا الدين كوسيلة استخدموا الدين لتدمير عدوهم الشيوعي لاتحاد السوفيتي إذن استغلال الدين سلاح ولكن قبل ما يستغلوا الدين يحتلوا الأفكار ولذلك عندنا واحد الله يرحمه محمد الشريف ساحلي يقول لك يجب أن نحرر التاريخ باش تحرر التاريخ لازم ننظف الأفكار لازم توعي الناس باش يكون عندهم مواقف مبنية على أسس صحيح سليمة سليمة ومتينة جميل شكر أن نقاش معك يطول وممتع أيضا أستاذ عبد العزيز مجال مدير مع الوطن دراسات استراتيجية الشاملة أراكم نشكر جزيلا لك لابدتك معنا اليوم وعلى هذا النقاش شيء قيد مارك الله وفيكم وأنتم ربي وفقكم وقلت لك ونعود لك أنتم أعلاميين كاننا عندنا ضد كورونا للجيش الأبيض أنتم الجيش انتع الفكر الجيش انتع الحقيقة أنتم اليوم لازم تواجهوا الأعداء لازم تطاعموا الأفكار وتحصلوا الأفكار تع أبنائنا إن شاء الله شكرا شكرا لك سعد عبد العزيز بالخير برحمة الوطن انتراسات استراتيجية الشاملة وأنتمنى لكم التوفيق في مهامكم